مشاهدين الأعزاء أهلاً وسهلاً بحضراتكم الحقيقة في وسط صراع الحضرات والحداثة والتكنولوجيا أشياء كثيرة مهمة تهم تحديداً التراث ربما أن التكنولوجيا تأكل كثيراً من جمال التراث والثقافة والكنز اللي بيبقى موجود عندنا من عداية وتقاليد جميلة خاصة فيما يخص الفن، اللبس، المأكلات كلها تؤكد على عادتنا وتقاليدنا ونحن العرب لأننا في هذه المنطقة كانت الحضارة هنا وكانت الكنوز هنا والمعرفة هنا فبالتالي كان ذلك ينطبق على كل ما نأكل، كل ما نلبس وأيضاً على أفكارنا وحياتنا إذن التراث ما هو إلا نحن نحن الذي حافظنا على هذا التراث وهو الذي يحكي عننا كثيراً حلقة لطيفة، حلقة نستمتع فيها بعيداً عن الصراعات لنعرف الكنوز التي نعيش في وسطها طول الوقت مساء الخير مساء النور شافكي ومساء الخير كمان أردن دي ملكة جمال التراث فيها فظيعة أصلاً شكراً شافكي وأكيد يعني إحنا شوفي السؤال دايماً هيك اللي بتبادر لديهنا شافكي إنه لماذا اتجهت الحركات الاستعمارية إلى المنطقة العربية؟ والدليل على أن المنطقة العربية زاخرة بالحضارات ومرت فيها حضارات كثيرة من الحضارة ومن التاريخ ومن الإرث فهي يعني كنز بكافة النواحي سواء كنا نحن اليوم في حلقتنا رح نتناول تراثنا من المأكل، من المسكن، من الملابس منطقة العربية زاخرة وغنية جداً علشان هيك إحنا همنا في بيت للكل دائماً التوثيق المصطلح أنت أطلقتي والتوثيق ضروري جداً فتوثيق الحضارة والإرث والعادات والتقاليد العربية هو هدف من بيت للكل عارفة قد إيه مهم جداً دلوقتي نحن نسعى وأنا عارفة أن ده في الأردن في حاجات كتير يعني نسعى حتى لتوثيق أكلات بسيطة لأن أنت عندك مستعمر ممكن يكون مثلاً زي إسرائيل لما بتحاول تأخذ أكلات فلسطينية وتحطها بإسمها فأنت من الأفضل أنك حتى توثقي حتى كسرة الخبز اللي بتكليها طبعاً يعني كسرة الخبز دي بتاعتي دي عدايتي دي أهلي دي أمي لعملة الفكرة وهكذا مضبوط هو شوفي شافكي في ظل الظروف والغزو الفكري والثقافي والتكنولوجي اللي عم بدخل للمنطقة العربية بشكل سيء الملاذ والنجائل هو التوثيق ما بين خاصين